بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله علي أفضل الصلاة والسلام سلام لبنات إن شاء الله تكونوا لباسوا بخير وهاني إن شاء الله يا رب العالمي هنا جيتكم مع هذا الوصرة تاع الخبز تاع العدس الأحمر اللي هي نافعة جدا لعدهم الأنيميا وفقر الدم يجوا يشوفوا معي الوصرة إن شاء الله رح تنفحهم بإذن الله كما اشتوا هنا عندي كمية من العدس الأحمر كما كما تشوفوا هنا رح نستعمل زوج كيسان من هذه الكمية عندي زوج حبيبة تاع البيض ساشي تاع ليفور بولانجير وزوج حبات تاعي أورت طبيعي عندي الحندي مغرف سكر وعندي كمية من الزيت رح ينشوفوا معي إن شاء الله كيفاش ندير الوصفة بإذن الله كما تعرفوا كما قلت لكم العدس يعني نافع 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 خاصة اللي عندهم فقر الدم هذي الوصفة تليق لهم وبما أنا ثاني ذو كفصل الشتان لازم يأكل واحد حويش كما هي مغذية نافعة ديدنا شوية في القوة كما تعرفوا مع هذا البرد هنا كماشته هنا درت كيلت زوج خيلات يعني كاس ناقص صبوع شو ما ديروا الكمية اللي يتحوسوا عليها يعني حساب الاحسب البلاطو انتاعكم أنا قدرت هذه الكمية البلاطو رح نتوفوه معي إن شاء الله ذلك تشوفوه جاي طويل هنا رنخت هذك شللته قبل العدس انتاعي ورنخته لمدة ساعتين لا الأقل ساعتين ترنخوه يا البنات يتنفخ كماشته هنا يا او لا حتى أكثر من ساعتين المهم ترنخوه وبعد تصفوه بعد ما بعد ساعتين أو ثلث سوايع تصفوه وبعدها تبدأوا هنا يا رح نتخلطوه ديروا ذو كوز بايت تعالى اليوخ الطبيعي زوج حبيبات تعالى البيض كي ماشته هنا يا وراح ندل له صاشي تعالى لاليوفوخ مغرف تعالى السكر مغرف يعني تعالى ماكلة تعالى السكر هنا درت المغرف الصغيرة درت السكر مغرف يعني هي مور ماكلة ساشي تعالى الليوفوخ بولونجا كي ماشتون ايا وراح ندير بهذه نكيل بها الزيت يعني درت بها اليوخت البوه هذا تعالى اليوخت رح نكيل به الزيت يعني ماهيش معمرة كي ما كنتم تشوفوا معمرتهش بزاف هادم هما المكونات وفي الأخر ان شاء الله رح ندير الملح منيش رح نديروا وذوك نديروا في الأخر شوية تعالى الملح هنا رح نميكسيه ياما تديرو بهذا الميكسر ياما تديروه بالبلونجا كي قد عادكم ان بلونجا ديرو بالبلونجا ثاني يرحيه لكم مهم ترحوه مليح بيانكم يلفوه تعدوا وقتوا في الرحايع وحد السامين يتم ترحو فيه بيترحى مليح 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 يولي لكم كي ما هاك جوخ بيوري كي ما هاك هنا في هذ المرحلة رح نديرو شوية تعالى الملح واللي عندها هنا مكتش موجودة عندي لاليفوغ بولونجا لاليفوغ شيميك اللي نديرو هالكاتو هاديك تزيدو لها تزيدو له صاشي هنا مكتش موجودة عندي مادرتش درس لاليفوغ شيميك بولونجا غبر في اللاخات دولها شوية مليح تديرو لاليفوغ شيميك دوله صاشي وتخلطوه مليح كي ما اشتو هنا وتحطوه بجيها يطلع واحد الواحد الواحد الان منوت هاكتعال حسب درجة المطبخ يعني اللي عند سخون هاو ثم ثم يطلع علام عاش سخون هاكم تطولولو شوية يعني واحد الواحد 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 وينتسانك منوت تخلوه يطلع ومن بعدها كي ما اشتو جدرتو فيها انا في هذا البلا انتو ما لكم الاختيار فالا هنا درت له شوية تعزيه درت له ورقة الزبدة ودرت له شوية تعزيه باه يجيني سهل مبغي ما سهل باه نا نديمه ليه فالا هو انا عماما ورقة الزبدة ما يلصكش فيه بسه احتياطا درت له شوية عزيه فالا وراح ننكوب في هذا الخليط وفي هذا المرحلة كنكوب الخليط انتعي راح نخليه اريح في المول انتعو يعني ما خليتوش في الهذا في البول هذا دخليتو في المول اريح واحد العشرين دقيقة هاكذاك ومبعدها ولي ادخلتو للفور انتعي ولا كما اشتو هنايا نخليه المدة اللي راح نخليه يطلع فيها فالاخر راح نزينه بشوية تعا جنجلين ابيض ونديلو ثاني السينوج هذا ما كون انتو ما لكم الاختيار يعني وش حبيتو تديلو لهم الفوق تزينو 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 تحبو تخلو كيمارا انتو ما وش حبيتو هنا عندي كمكتلكم السينوج السينوج وعندي الجنجلين الابيض زينتو به وهنا بعد ما كملت راح نديرو في الفور راي يقعد لي واحد خمسة لكنه 5 وفو رايين دقيقة هو في وشنia لازم تناقصو النار مت revenge ما اتقولوش النار بش ماي حرق لكم ش من الفوق ويا ويقعد لكم يعني ان يمن الداخل هو شويم هيطول فوarm بس فح لازم درشة الحرار تعد ميةو خمسين درجة حتى ميةو Giant درجة ماتزيدوش لاختاش لازنو النار ناقصة شوية كما قولت بيطبلكم من داخل اه بعد ما تديرو فلفور لبنات لازم اه ساعة تبيكيوه بهذيك يعني بحاجة يعني بموصلة باي حاجة بتشوفوه من داخل طاب ولا مزال هذا مكان هذا هو الهذا الخبزن تعنا يعني طريقتها سهلة ويجبنين كي ما قلتكم ومو غذي خاصة لعدهم اه يعني فقرة الدم مخصوص حديد يدروه وياكلوا منه كل يوم تاكل منه واحدة طرنشة ولا زش طرنشات يوميا اه اعظنك كليتي يعني اه دواء هذك تعال اه دواء تعال حديد هذك دائما يعني نشروه من لفخ مصي اه هذا يعني اه يجيكم دواء طابعي مية بالمية يعني تستغنى للأدوية تاكلوا heritage حاجة طبيعي ومو غذية ونافعا باذني الله ولا هناء بعد ما طابلي كيفشتو هنا يا جاي حماي بار اشاه一些 هنا راح نقسمو معاكم ان شاء الله تشوفو كيف اه اه يجي بزاف ابنين اه انا نفطر بيه بنات الصباح عندي انتخونش راح يوميا ما كلها مع القهوة يعني مو غذية وفي بلاس تعضاني شربت يعني كليت يعني الهاذ الهاذ الحبت تعال الحديد دونك اش بريفير ننا ناكل حاجة طبيعية احسن من الادوية ولا كما اشتوا لا تخونش تعالوا كيفاش تجي هذا هو الخبز انتعلا ان شاء الله تعجبكم يا لبنات للوصفة وتجربوها ان شاء ان شاء الله تستفدوا منها باذن الله وربي شافينا ان شاء الله شافي كل واحد ان شاء الله اللي عنده فقر الدم وعنده المشكلة هذا يعني تعال فشل وتعال باذن الله ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله ما تنسوني شبنات بالجام والاشتراك والفرطار نقولكم مع السلامة زينات